الشيء الثالث بقول لا يتلقى العابر نظرا لخوف المؤمنين منه أي دعم روحي لينمو في معرفة الرب بل يظل هو يعني هو بنفسه بيجتهد بنفسه مثل ما حضرتك قلت قعد تقرأ الكتاب وتقرأ وتقرأ في ظل غياب الدعم والمساندة من أجل نموه الروحي دي حقيقي دي حقيقي يعني أنا بتذكر لأول معرفة الرب كان فيه تحفظ كتير بموضوع أن يدعموني روحيا الرب أقام شخص واحد هو يتبناني شخص قلب الكنيسة هو حاولي يقول لي ارفع عيونك خلق عيونك على الرب يشجعني روحيا كان يقعد يصلي معايا العدد الكبير كان خايف بس الرب حطي لي شخص واحد ذكرني باستقبال حنانية لبولوس لشاول الكلمة اللي قالها الحنانية لشاول لما قاله أخ شاول بتعمل فرق كتير عملت فرق روحي كتير بحياته لشاول فده أمر حقيقي بنخاف ان احنا ندعم روحيا لا يكون جاي مش حقيقي العكس انا خلينا ادي له دعم روحي أكتر يمكن يتغير أمين أمين